بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي في الجزء الثاني من الشابطر الثالث اللي هو بيتكلم على tape surveying أو chain survey linear with steel wire أو القياس باستخدام chain أو tape في ال tape عندي أكتر من نوع لي عندي ال fiberglass tape وعندي steel tape وفيه steel wire كل دوت بنسبي بيقول لي steel tape 20 متر أو 30 متر أو 100 متر أي أن كان وسيلة القياس نيجي بعد كده بنيجي الحاجة اسمها الأرز الأرز بالعربي بيسموها الشوك الشوك دي في العقالب بيبقوا كل عشرة مع بعض كل عشرة مع بعض فايدتها إيه؟ فايدتها أن أنا بطلع أنا مثلا عارف أن أنا طالع واخد معايا من المعمل هنفترض مثلا 15 شوكة من دول أو 15 أروا ابتدت من هنا وعايز أروح عنده نقطة بيه كل ما بقيه step كامل أي أن كان طوله بخلي الرجل الأياس اللي معايا يغرز في الأرض هنا كده شوكة من دول نكمل كملت استمتشريتك تاني روح راشق في الأرض أو غارس في الأرض شوكة تانية وهكذا لغاية لما بوصل للآخر مش بالضرورة المسافة الأخيرة دي تطلع شريت كامل أو full tape المسافة دي هفترض أنها طلعت تساوي مثلا 12 متر 30 أقول الأياس اللي معايا فاضل معنا كم كم شوكة فاضلين يقول والله يفاضل معنا أربعة أقول طيب أربعة من 15 يبقى 11 يبقى دي 11 شوكة استخدمتها كل مسافة ما بين الشوكة والتانية 20 متر يبقى الناتج دوة عبارة عن 220 متر زائد الجزء البسيط اللي فضل في الآخر اللي هو ما كمل شي وان تيب المسافة دي كانت 12 متر 30 إذن المسافة من أول ما ابتديت لعيت لما انتهيت عبارة عن 232 و3 و3 10 متر ده 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 الفايدة الأساسية لاستخدام الأرز طبعا الأرز دوت بيبقاله أبعاد وبيبقاله مواصفات أولا ثبتها بيبقالها جزء مدبب كده عشان يسمح لها أن أنا أغرزها في الأرض الرينجينج رود أو دراع التوجيه على ده بيبقاله باستخدمه في الفلد لما بقيس مسافة ما بين مقططين ال-A وال-B عند ال-B بوقف بشموندس كده بالرود دوت عشان أخذ الاتجاه بتاعه بس عشان ما بقاش بعيد عنه يقوم يديني مسافات ميلة وليست المسافة المباشرة عشان أشتغل مساحة باللتشين سيرفينج في خمس حاجات هعمله الأول هنزل أستكشف الموقع وده من ضمن الحاجات المهمة جدا الاستكشاف دوت مع أن فيه بعض الناس بتستهون بيه شوية الاستكشاف دوت معنى ايه أنزل أشوف أخبار الأرض طبعتها نوع التربة اللي أنا هتعامل فيها مجموعة الارتفاعات والانخفاضات هل هي مرتفعة فيه فرق كبير في الارتفاعات والانخفاضات أو لا عشان أنا أجهز نفسي وأجهز الحاجات اللي أنا المفروض أخدها معايا طيب عملت الاستكشاف وخلصته يقول لي ابتدي اختار الليستيشنز بتاعتك ابتدي اختار النقاط اللي أنت هتثبتها في الطبيعة النقاط دي فايدتها أن أنا هرفع عليها أو أرفع إليها جميع المعالم اللي موجود أما باجي اختار الليستيشنز دي فيه شروط برضو الاختيار كل نقطة هاختارها لازم يتحق على الأقل فيها شرطين إنها تشوف النقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها يعني لو جينا قولنا والله قادي النقطة ايه قادي نقطة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس لو قفت في نقطة واحد دي لازم على الأقل تبقى شايفالي نقطة اتنين وشايف نقطة خمس لو شافت بقيت النقطة خير وبركة يبقى حسن إنما ماينفعش اختار نقطة واحد وهي مش شايف النقطة اللي قبلها أو ماينفعش شايف النقطة اللي بعدها لإني دوت مش هينفعني في الراف طيب اخترت النقاط وضمنت إنها اتحقق فيها الشرط اللي احنا اتفقنا عليه اللي هي النقاط ده كل نقطة تشوف النقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها يقول الحاجة التانية ابتدي اختار نوع الترقيم هل هتكتبها واحد اتنين ثلاثة ولا هتكتب الاي والبي والسي والدي يبقى أنا بعمل الستيشن ماركينج ولما اخترت طريقة الترقيم بتاعتي بسجلها على النقطة نفسها بعد ما عملت لها او بعد ما ثبتها سواء كانت بالبيجز اللي احنا اخدناها او بمصمار بدوق اذا كان أنا شغال على ارض من الاسفل مش هينفع هستخدم البيجز ديت فبختار مصمار واروح مثبته في الطبيعة وفي بعض الاحيان بستخدم الاسبري دوكو سبري اعلم به وبعد كده ببتدي بقى اعمل الاعمدة اللي هي قطعة الارض والمقصود بالسكتش هو شكل توضيحي للمكان بكل المعالم اللي فيه بدون التقيد بالابعاد المقصود ايه يعني انا مش هيئس الابعاد يعني انا عندي مستطيل حط زرع على عيقة مستطيل هرس مستطيل ولكن المستطيل انا شايف ان ده الاتجاه الطول يبتاعه ده الاتجاه العرض مجيش في الاسكتش بقى وتقليب للطول ما كان العرض والعرض ما كان الطول وتقول لي موحرتك قلتلنا ان مش ضروري الابعاد ايو مش ضروري الابعاد بس متغير ليش فيه الشيء بنفس متغير ليش في الشكل نفس اشتركوا في القناة